في كلمته بافتتاح الاجتماع السادس والاربعين لمجلس ادارة مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون الخليجي اكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان لحمود ان دور الاعلام مهم لترسيخ الهوية الخليجية وتعزيز قيم التسمح والسلام واضح لحمود ان المنطقة تأمر بمرحلة دقيقة وتشهد تطورات متلاحقة مؤكدا على ضرورة تحصين دول المنطقة وشعوبها من انعكاسات هذه الاحداث واشدد الحمود على ضرورة ان تأخذ هذه الخطط بعين الاعتبار اهمية الاعلام ودوره من جهته من جهته قال المدير العام لمؤسسة الانتاج البرامجي المشترك علي الرئيس ان هذا الاجتماع الدوري السنوي مع اعضاء مجلس الادارة لاكرار عدد من التوصيات واستعراض وتقييم ما تم تنفيذه ترجمة نانسي قنقر